بمنطق القراصنة أو زعماء المافيا تتعطى الإدارة الأمريكية مع ملفات سياساتها الخارجية لسيما متعلقة منها بالقضايا العربية ومنطقة الشرق الأوسط قبل شهر وقف السفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هيلي لتتوعد السلطة الفلسطينية بدفع ثمن مواقفها المعادية لواشنطن لا لشيء سوى أن الفلسطينيين لجوا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وطلبوا التصويت ضد قرار الاعتراث بالقدس عاصمة للكيان الصيوني فكان لابد من الانتقام منهم وكأنهم ارتكبوا معصية لا تغتفر ولم يطل الانتظار فها هي إدارة ترامب تعلن قطع التمويل بالكامل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ليكون الانتقام مزدوجا من الفلسطينيين ومن الأمم المتحدة التي رفضت جمعيتها العمومية الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال غير أن ثمت زاوية أخرى لرؤية القرار الأمريكي زاوية عبر عنها صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ومهندس صفقة القرن حين عد وكالة الأنروا عقبة تعرقل التسوية التي يسعى إليها وبالتالي فلابد من التخلص منها القرار إذن يعكس رؤية استراتيجية أمريكية تقوم على فرض صفقة القرن على الفلسطينيين عبر شطب الملفات الشائكة من قائمة المهم التفاوضية المستقبلية عملية بدأها ترام بالاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال ثم الآن يأتي الدور على الأنروا لتختفي وليختفي معها ملف اللاجئين الذين أسست الوكالة بقرار أممي من أجل غوثهم وإمعانا في تصفية القضية فإن كوشنر وفريقه من الإدارة الأمريكية يرون أن لا تنطبق صفة لاجئ فلسطين سوى على من بقي على قيد الحياة فقط من جيل تأسيس الأنروا قبل سبعين سنة بحيث لا تشمل أبنائهم وبذلك تصبح مسألة وقت قبل أن يتلاشى ملف اللجوء الفلسطيني ويتلاشى معه حق العودة وتفرغ القضية من مضمونها الأساسي الأمر الذي دفع البعض لإطلاق دعوات إلى أن تعلن الدول العربية والإسلامية تكفلها بدفع موازنة الأنروا فهل تجد هذه الدعوات لدى العرب أذنا مزغية؟